السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعزائي المشاهدين نعيش مع لحظات في إعجاز القرآن في العلم وليس الإعجاز العلمي في القرآن وهنتكلم النهاردة بإذن الله تعالى عن خلق سيدنا عيسى عليه السلام وعشان نفهم كويس قوي خلق سيدنا عيسى لابد نحن نعمل مقارنة بين خلق سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا آدم عليه السلام وياريت يكون معنا ورقة وقلم لأننا نكتب حاجات جديدة وحاجات مهمة لو ابتدينا بخلق سيدنا يحيى عليه السلام لما سيدنا ذكرية دخل على مريم في المحراب ووجد عندها رزقا ففي هذا المكان الطهر هناك دعا ذكرية ربه قال رب هب لي من لدنك دريقة طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله إبقى أول حاجة للوقت عن سيدنا يحيى نسجل إن سيدنا يحيى ربنا قال عليه كلمة من الله فقط هنشوف بقى معان سيدنا عيسى سيدنا عيسى إذ قالت المرائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إبقى قال على سيدنا عيسى كلمة نفس الشيء في سيدنا يحيى وتقى على سيدنا عيسى ذلك عيسى بن مريم قول الحق إبقى تقى على سيدنا عيسى كلمة وتقى عليه قول الحق واتقال على سيدنا عيسى فنفخنا والتي أحصنت فرجعها فنفخنا فيه من روحنا اتقال مرتين مع مريم فنفخنا فيه من روحنا واتقال على سيدنا عيسى عليه السلام إن مثل عيسى عند الله كمثل دم حلقه من التراب ثم قال له كن فيكون إذن الآن قبل ما ندخل بقى في التفصيل الشرحة في التفصيل لازم نكتب أو نعرف بعض المعطيات ما الفرق بين قول قول الله وكلام الله نسأل نفسنا كلها السؤال هل المصحف الشريف أو القرآن قول الله ولا كلام الله عشان نعرف الفرق بين قول الله وكلام الله في سورة برضو آل عمران لما ستنا مريم قالت ربي أنا تسنى أن يقول لي ولم يمسسني بشر كيف أن يكون لي ولد أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وفي آية تانية فإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون نعرف نكتب مع بعض كده القول الله قول الله للمعدوم وأثره الوجود يعني قول الله للمعدوم لشيء مش موجود وأثره الوجود ولكن كلام الله للموجود وأثره العلم يعني القرآن القرآن وكل الكتب السماوية نزلت للإنس والجن في القرآن يبقى نزلت للموجود وأثره العلم هو في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه في الأميين رسولا منهم يتلو عليه مآت يعني إيه أميين هنا الأميين مش اللي معفوش يقولوا يكتبوا اللي معندهم مش كتاب من السماء بيعرفهم الشريعة وبيعرفهم هو فين الصراط المستقيم يبقى إذن قول الله هنسجلها عندنا القول للمعدوم وأثره ونتكته الوجود والكلام للموجود وأثره العلم عشان يعرف الموجود بلو تعرفنا التعرفين نعرف تاني حاجات تانية برضو في سيدنا عيسى ألا له ربنا سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر ما الفرق بين الخلق والأمر الخلق في تعرف كلمة الخلق الخلق يعني خلق شيء من شيء سابق خلقه ولذلك دائما الخلق خلق الإنسان من طراب من طين من صلصال من حمق من حمق مسنون وخلق الجان من مارج من نار لكن الأمر ما معنى كلمة الأمر يبقى الخلق خلق شيء من شيء سابق خلقه ولكن الأمر خلق مباشر من الله سبحانه وتعالى وذلك يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي يبقى إذن لما نتكلم الروح ربنا يقول فنفقنا فيه من روحنا يعني مش من الروح اللي عندها خلق مباشر من الله اللي هو عم نسميه عالم الأمر في عالم الخلق اللي احنا عايشين فيه اللي هو عالم الملك وعالم اللي هو عالم الملكوت اللي هو عالم الأمر وكل شيء في عالم الخلق بيأتي بأوامر من عالم الملكوت يبقى دلوقتي بسرعة جدا عرفنا بقى تاني أن القول للمعدوم قول الله مش البشر للمعدوم وأثر الوجود الكلام للموجود وأطر الألم الخلق من شيء خلقه سابقا والأمر خلق مباشر من الله سبحانه وتعالى عشان نفهم بقى كويس أوي خلق سيدنا عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيكون هنتكلم على حاجتين في الخلق نعجع على حاجتين في الخلق هناخد الأول خلق سيدنا آدم اللي هو الخلق من الطراب وبعد كده هناخد الخلق بقى في الرحم بتاع الأم بعد كده ونعمل مقرنة بينهم بداية احنا سابقا في الحلقات السابقة تكلمنا إن الإنسان هو عبارة عن الكون كله متجمع في قلب الإنسان يعني كل المتفرقات في الكون اتجمعت في هذا الإنسان الدنيا تخلقت في سبع أيام أو سبع أطوار وكذلك خلق الإنسان من الطراب في بداية كان عبارة عن ستة أطوار الطور الأول الماء زائد الطراب ده الطور الأول الماء زائد الطراب ما بتكلم على الخلق كان الماء موجود والطراب موجود عشان كاي كلمة خلق من حاجة موجودة سبقت إن ربنا خلقها قبل كده يبقى الطور الأول لخلق سيدنا آدم اللي هو من الطراب الماء زائد الطراب الطور الثاني الطين الماء والطراب كونوا الطين الطور الثالث الحماء المسنون الحماء المسنون اللي هو الطين اللازب اللي هو ما بين الماء وما بين الطراب وبتكون فيه رحة النشاء يعني رحة معفنة ده اللي هو الحماء المسنون ده الطور الثالث الطور الرابع وهو الصلصال ان الحماء المسنون نتيجة آلاف السنين اتفعلت الغازات الموجودة في الجو مع الطين اتكونت الحماء المسنون وبعد ذلك حرارة الشمس بقى آلاف آلاف ممكن تصل لملايين السنين حولت هذا الحماء المسنون الى صلصال يبقى الطور الرابع هو الصلصال اللي هو جف بقى من الماء الطور الخامس وهو التسوية يعني اتعمل شكل لسيدنا آدم عليه السلام الطور السادس ونفخنا فيه من روحنا نفخ الروح في سيدنا آدم يبقى ده فقط اللي هو سيدنا آدم لوحده في سيدنا آدم وبعد ذلك بعد سيدنا آدم في صورة المؤمنون ولقد خلقنا الانسان من سلالات المنطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يبقى ده كان الخلق الاول فقط لسيدنا آدم وبعد ذلك هذا الطين اللي كان بداية الطراب اتحول لنطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين اتحول لنطفة هذه النطفة وتقريبا يعني جسم الانسان فيه حوالي ستتاشر عنصر اللي أم السلالة أنضف حاجة أنضف العناصر الموجودة في الأرض اتحولت بعد ذلك لنطفة في الرجل وتخلق ربنا وأوجد ستنا حواء أو حواء من آدم وأصبحت النطفة في قرار المكين أصبح بقى في الرجل بدايات التكوين النطفة ما بين العمود الفقري والأطلع بتاعته وبالنسبة للمرأة اللي هي فيه بقى اللي بويضات في المرأة يبقى ده اللي هما الستة أطوار لخلق سيدنا آدم عليه السلام بعد ذلك هناخد بقى التكاثر في الرحم خلاص انتهى كل الطراب اللي كان عندنا والطين بعد سيدنا آدم تحول إلى نطفة في الرجل ونطفة في المرأة أو الأنفة لما نتكلم على الستة أطوار بتاعت التكاثر في الرحم الطور الأول نطفة الرجل زائد نطفة المرأة قد بالكم الحاجة مهمة نطفة الرجل بنمثلها بواي وإكس الرجل دائما وي وإكس والمرأة إكس وإكس يبقى الطور الأول نطفة الرجل مع نطفة المرأة بيمتزجوا مع بعض وبيكون أول حاجة اللي هي في صورة المؤمنون ثم خلقنا نطفة علقة يبقى الطور الثاني العلقة وفي العلقة هنا أطبالكم بتحدد نوع الجنين إذا الواي مع الرجل هو اللي تفاعل مع الإكس تكون إكس واي يبقى إيه الجنين ذكر إذا إكس الرجل تفاعل مع إكس المرأة بقى إكس وإكس بقى أنثى يبقى بنستنتج من كده أن المرأة ليس لها علاقة إطلاقا بنوعية الجنين الرجل هو المسؤول مية في المية عن نوعية الجنين يبقى أول مرأة أول الطور الأول نطفة الرجل مع نطفة المرأة الطور الثاني العلقة الطور الثاني فخلقنا العلقة مضغطا مضغطا اللي تبقى حاجة صغيرة أوي حتى حاجة دم صغيرة أويش وكمان يثقى الفئة تاني مضغطا مخلقة وغير مخلقة يعني إيه مخلقة وغير مخلقة يعني فيها بداية الأعضاء لكن الأعضاء مش موجودة لكن البداية ذي البزرة لكل الأعضاء فعشان كده اسمها مخلقة وغير مخلقة يبقى الطور الأول نطفة الرجل نطفة المرأة الطور الثاني العلقة الطور الثالث المضغة فخلقنا المضغطا عظاما يبقى الطور الرابع العظام الطور الخامس فكسونا العظام لحماء ده الطور الخامس الطور السادس ثم أنشأناه خلقا آخر الطور السادس ده اللي هو السادس ثم أنشأناه خلقا آخر تعال نشوف الكلام ده احنا بنقول الكلام ده ليه وبنقولها بالتفصيل عشان نفهم بالتفصيل ونطبق القرآن وبنأكد على صحة العلم ليس بنأكد على القرآن بالعلم حنشوف بقى هنا نرجع تاني نمسك بالتفصيل شوية خلقا ونقد فكرة ندرد شوية ثم أنشأناه خلقا آخر الخلقا آخر ده بقى آخر حاجة السادسة في الجنين ده من الأسبوع التاسع حتى الولادة بيبتدي بقى في هذه الفترة يبتدي قلات الدم الحمرة تتكون يبتدي تتكون الأعضاء تتكون الحركة بقى الإيرادية تعالفين تقريبا بيبقى وزنه حوالي 8 جرام لقيت وقت الولادة بيبقى حوالي 3 كيلو 400 جرام طوله حوالي نصف سنتي طول الطبيعة وقت الولادة بيبقى حوالي 6 حوالي 36 سنتي طيب نشوف الكلام ده احنا نرجع بقى للكلام اللي احنا في البداية عايزين نشوف خلق سيدنا عيسى هنرجع نشوف سيدنا يحيا سيدنا يحيا ربنا سبحانه وتعالى قال عليه كلمة من الله سيدنا يحيا كان الأب موجود والأم موجودة وطبعا سيدنا يحيا ذكر الأب هو واي وإكس كان الأب موجود لكن الأب كان كبير في السن وكان عاجز وكان مريض وتعبان وامرأة سيدنا ذكرية كانت عاقر لكن الواي والأكس موجودين عند سيدنا ذكرية والأكس والأكس موجودة عند زوجة سيدنا ذكرية لكنه قال له قد بلغت من الكبير يعتية وامرأة عاقر يبقى هنا يتقال على سيدنا يحيا كلمة فقط كلمة ليه لان احنا قلنا سابقا الكلمة قال للموجود فالواي والأكس لسيدنا ذكرية موجودين والأكس والأكس موجودة لامرأة سيدنا ذكرية إذن هنا تقال عليها كلمة ما فيش حاجة مش موجودة فقط كلمة الله خلت العاقر تبقى مش عاقر الأكس تشتغل والواي بتاعت سيدنا ذكرية تشتغل عشان كلا سبحانه فهمنا معنى قال كلمة على فقط سيدنا ذكرية لما نيجي نشوف سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام اتقال عليه كلمة وقول ونفقنا فيه من روحنا ونفقنا فيها من روحنا في سيدنا عيسى عليه السلام الأم موجودة اللي هي إكس وإكس ما فيش واش ما فيش رجل ما فيش واي لأن ما فيش أب ما فيش رجل فيه امرأة فقط اللي هي إكس وإكس فبالنسبة لستنا مريم يتقال عليها خلق لأن الإكس موجودة لأن الإكس موجودة بخلق منها شيء لأن الخلق لازم من شيء سبق خلقه يبقى يتقال من الإكس كلمة خلق ويتقال للإكس كلمة كلمة لأننا قلنا الكلمة للموجود وهنا الإكس بتاعت ستنا مريم موجودة يبقى صحيح يتقال كلمة سيدنا عيسى اثقلت الملائكة يا مريم وإن الله يبشرك بكلمة منه يبقى كلمة صحيحة لأننا قلنا الكلمة للموجود وهنا الإكس موجودة بتاعت ستنا مريم يبقى الكلمة للإكس إن الإكس تتحرك يبقى الكلمة للإكس والخلق للإكس طيب مفيش واج مفيش عندنا واج يبقى الواي غير موجودة يعني معدومة وإذيك إحنا قلنا سابقا القول للمعدوم وأثر الوجود يبقى ما يتقال على سيدنا عيثى ذلك عيسى بن مريم قول الحق يبقى القول هنا للواي اللي غير موجودة وأثر الوجود يبقى أوجد إيه أوجد الواي لأن الواي كانت معدومة اللي هي بالنسبة للذكر يبقى الواي كانت معدومة يبقى هنا صحيح قول يبقى للواي غير موجودة وتقال على سيدنا عيسى نفخنا فيه من روحنا ونفخنا فيها من روحنا احنا قلنا سابقا نفخ الروح يعني مش جزء من الله ده خلقي مباشر من الله سبحانه وتعالى اللي هو بنقول عليه عالم الأمر يبقى إذن هنا الخلق المباشر اللي هي للواي اللي غير موجودة يبقى يتقال على واج الأب اللي هو غير موجود قول لأنه كان معدوم مش موجود مش موجود يبقى قول وأما ربنا سبحانه وتعالى يقول ونفخنا فيها من روحنا يعني أنا خلقت الواي خلق مباشر من الله ما تخلقتش من حاجة سابقة الخلق يبقى إحنا هنا فهمنا كويس أوي إن سيدنا عيسى عليه السلام قوله الحق لأن القول للمعدوم وأثر الوجود يبقى القول للواي الغير موجودة لسيدنا عيسى عليه السلام ونفخنا فيها من روحنا من روحنا يعني معناها من عالم الأمر اللي هو الخلق المباشر من الله سبحانه وتعالى والإكسي للستينة مريم اللي هي الخلق أقول إن مسألة عيسى عند الله كمسألة آدم خلقوهم من تراب أيوة تراب لأنه نطفت مريم كانت في البداية عبارة عن تراب نرجحها بقى الثاني في صورة المؤمنون لما قال ولقص خلقنا الإنسان من سلالات من طين ثم جعلناه نطفة في قرار المكين ثم خلقنا النطفة على كبه فخلقنا العطا مضع فخلقنا البضع عطا الزمن فكساونا العطا ملاحمن ثم أنشانه خلقا آخر يبقى إحنا كده أعرفنا إزاي خلق سيدنا عيسى عليه السلام بعد ما نكتب الحاجات دي نطلع فاصل ونتقابل بعد الفاصل إن شاء الله السلام عليكم من الرجال لكم تاني وفتحنا التليفول إن شاء الله أي حد يعني شرفنا اتصالاتكم أهلا بكم هنكمل بقى إحنا عرفنا النهاردة مراجعة سريعة عرفنا الفرق بين الخلق عالم الخلق وعالم الأمر وعشان نفهم كويس أو كمان كلمة في غاية الأهمية عشان نفهم نعرف إن القرآن أو اللغة العربية لا توجد بها مترادفات بمعنى هناك فرق كبير بين البارئ المصور الفاطر الخالق إيه الفرق بين البارئ والمصور والفاطر البارئ يعني مؤخدة من براءة اختراع إيجاد شيء من العدم إن أنا بوجد شيء من العدم إسمها إذا كنا حد بيخترح حاجة براءة اختراع كانت غير سابقة الوجود قبل ذلك ده معناها البارئ المصور إن ربنا سبحانه وتعالى وجد صورة لهذا الشيء وجد له صورة يبقى البارئ الوجود من العدم شيء جديد لم يسبق إيجاده المصور سبحانه وضع وضع لكل شيء صورة معينة الفاطر إنه وفصل هذه الصور عن بعضه ولذلك بنقول الخلق من شيء سابق خلقه وذلك بنقول تبارك الله أحسن الخالقين لكن ما ينفعش نقول لأن فيه أي واحد سيدنا عيسى كان بخلق كان بخلق بخلق من الطين على هيئة الطير بينفق فيه بتحرك بإذن الله وذلك بنقول تبارك الله في صوت المهم تبارك الله أحسن الخالقين أنت ممكن تخلق عربية تخلق المصور بس من حاجة لكن كلمة فاطر أقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض يعني كون كل المكونات الموجودة في الكون وفصلها عن بعضه ما ينفعش أقول تبارك الله أحسن الفاطرين لا لأنه ما فيش فاطر غير الله سبحانه وتعالى ما ينفعش يبقى إذن كده كلمة الفاطر عشان نعرفها أما نسمع الحمد لله فاطر السماوات والأرض تقولك ما أقدرش أقول تبارك الله أحسن لأنه ما فيش فاطر غيره ده عشان نفهم تماما كلمة الخلق وربنا سبحانه وتعالى فيما نتكلم على ألا له المراجعة السريعة جماعة اللي عاوز بقى يعني يتصل بنا في أي سؤال في خلق سيدنا عيسى عليه السلام وبنستنتج كمان في خلق سيدنا عيسى وسيدنا يحيى لما سيدنا يحيى سيدنا ذكرية عليه السلام كفل ستنا مريم كلما دخل عليها ذكرية المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك هناك يعني في هذا المكان لما سيدنا ذكرية عليه السلام وجد في هذا المكان فكهة موجودة طول العام في غير معدها وفي غير أوانها تأكد وتيقن أن هذا المكان طاهر ومكان مبارك عشان كده فهنالك دعا ذكرية ربه يعني في هذا المكان يبقى يا جماعة يا أخوة يعني المشاهدين من شرط شروط قبول الدعاء أن يكون هذا المكان أن أنت بتدعي فيه مكان طاهر وكان سيدنا ذكرية وعلى فكرة عشان تاخدوا معلومة سيدنا ذكرية يعني كان جده الخمستاشر سيدنا سليمان عليه السلام وابن سيدنا داود عليه بالسلام وكانوا كثيرا اللي هما متصدقين يبقى إذن عشان أنت تكون الدعوة بتاعتك مستجيبة لابد أن يكون المكان طاهر يكون أكلك أكلك حلال مشربك كله كله حلال وابتدعي أنك أنت بتدعي لك وللغير في نفس الوقت وعزيني النهاردة بإذن الله تعالى وهذه الأيام أنا اتعمدت اليوم إن شاء الله كنت بتكلم في موضوع بخرجكم بقى شوية عن الموضوعات وعن الطاقة السلبية اللي احنا عايشين فيها ليل نهار وعزيني يكون عندنا إن احنا ممكن نحول الطاقة السالبة ديت إلى طاقة إيجابية نقدر نحولها إزاي لطاقة إيجابية إن احنا يعني شوف الآية رقم 19 في صورة سيدنا في صورة ياسين لما في قرية انتراكية ثلاثة اللي راحوا يدعوهم للإيمان بالله قالوا إن تطيرنا بكم إن لم تنتغل لنرجم لنستونكم مننا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون يعني معناها إن الإنسان بيشوف اللي جواه الشبيه يجذب شبيه فإنت لو شايف تشاؤم مش هتشوف غير التشاؤم بتكلم على كلام دا دلوقتي ليه أنا عايز إنك إحنا مش عايزين نيعيش في الطاقة السالبية اللي إحنا كلنا لوقتي مرعوبين وخيفين إحنا مرعوبين لأن الخوف يا جماعة الخوف أكتر حاجة بتدمر المناعة في جسم الإنسان الخوف التوتر بيضرب المناعة في جسم الإنسان والبارسات كلها بتهاجم الإنسان لما المناعة عنده بتقل لكن الطاقة الإيجابية وبالذات في رحاب القرآن الكريم دي بترفع عندك الطاقة الإيجابية جدا وبالتالي بترفع المناعة عندك فإحنا عايزين للأيام ديات إن إحنا نعيش نحول الطاقة السالبية نقول يا رب طيب يمتلي كل واحد فينا غير بقى الثقافة بتاعته إحنا تحطينا في موقف وموقف صعب جدا كل واحد يبتلي يفكر في حياته اللي فاتت ويحط في نفسه كما هو أصلا الموت جاي جاي يبتلي يفكر إنه يحول كل هذه الطاقة يقول الحمد لله يعني ربنا بإيه بيشدك لو بلك ابتكر أنت ممكن تمحنك النهاردة موت الحوادث أضعاف أضعاف من الكورونا المناعة لوحدها المناعة اللي هو نقص المناعة أضعاف أضعاف حوالي نص نص يعني 240 ألف في أول شهرين في السنة في 2020 في ينير وفبراير فإحنا يعني فإحنا نحاول بقدر الإمكان فرصة ننسخ نفسنا ونعيش بقى في طاقة إيجابية وما فيش أحسن من طاقة إيجابية اللي هي الطاقة نعيش في رحاب القرآن الكريم هنطلع فاصل دقيقة واحدة ونعود لكم تاني إن شاء الله فضاء الله أهلا بيكم سيد المشاهدين مرة أخرى وبنكمل يعني شوف موضوعنا في مع خلق سيدنا عيسى عليه السلام و اتصال أتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله سلام ورحمة الله وبركاته مع حضرتك الدسول خواجة من القاهرة يا أهلا 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 بحضرتك والله بجد يعني جزاكم الله خير الجزاء على هذه الحلقة الممتعة صراحة يعني شكرا وعلى هذه الخواطر الإيمانية حضرتك بتقدمها بشكل عصر جديد جدا يعني أول مرة نسمعه حضرتك كان ليا كده يعني يعني عاوز حضرتك تلقي الدوء على آية كده نفس أعرف تفسيرها وبيانها من حضرتك في آية سورة النور ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إن أنشأناه إن أنشأناه خلقا آخر فعاوز يعني بيان حضرتك وتفسير حضرتك وتصور حضرتك في هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ما ينفس الآية موجودة في سورة المؤمنون ثم أنشأناه خلقا آخر بمعنى في في الأسبوع من الأسبوع التاسع للإثناشر بيبتدي بقى بتكون الإنسان بمعنى إيه الإنسان بيبتدي كل الأعضاء بتاعته بتاعت جسمه كله تتكون ويبتدي الأحجام بتاعت بقى الأحكام الرأس الحجم بتاعت الرأس بتاعت الجسم يبتدي تاخد وضعها الطبيعي وإنت متخيل شوف قدة الله سبحانه وتعالى تبتدي كل هذه الأشكال تاخد وضعها والجنين طوله يعني حوالي خمسين ملي ووزنه تمانية جرام ويبتدي تتخلق كل الأعضاء يبتدي بقى الودان بتاعته تبتدي تخرج كل الأعضاء بتاعته ومن الأسبوع الاثناشر يبتدي يعرف بقى نوعية الجنيه تبقى 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 تكون حاجة يعني وابتدي الحركة الإيرادية في الجنين وتبتدي عملية النمو يعني انت تخيل بقى ان يبقى فيه بني آدم شخص كامل فيه كل الأعضاء ووزنه وطوله نص سنتي شوف سبحان الله والوزن بتاعه تمانية جرام وطوله حوالي خمسين ملي وبرعا كل الأعضاء تبتدي بقى فيه تتكون كلها القلب كل الحاجة فيه بتتكون عشان كده بقى ده خلق آخر خلق آخر تماما اللي هي المرحلة السادسة في الطور السادس في خلق الإنسان ده معناه ثم انشأناه خلقا آخر لان الإنسان بعد كده الإنسان هو الوحد النفس بتاعته ناطق في الإنسان ده معناه ثم انشأناه خلقا آخر ان هذا الإنسان بيعد بقى انه هو يبقى خليفة في الأرض ده معناه ثم انشأناه خلقا آخر يعني بداية تكوين كرات الدم البيضاء وبداية الأعضاء والحركة الإيرادية بتاعة الجنين وهذه الفترة بتتم من الأسبوع التاسع من بداية الأسبوع التاسع حتى بقى فترة الايه عندما فترة الولادة الجنين شكرا أستاذ سوي آه فده ده جماعة اللي هو ثم انشأناه خلقا آخر لو نعمل بقى كده عن ايه آه مراجعة سريعة كده ملخص سريع آه نراجع مع بعض آه حلقة اليوم وانا مش عايز أخرج أشتة عن الحلقة عشان آه نتذكر كويس أو كل المعلومات اللي فيها يبقى احنا نفهم واخد بالكم في قول الله غير قول الإنسان عشان نفهم كلمة القول يبقى قول الله قول الله متعلق بالمعدوم وأثر الوجود فإنما وبراءة اختراع جديدة والمصور وضع لهذا الشيء صورة والفاطر فصل كل هذه المكونات عن بعضها والخالق كلمة خلق يعني شيء من شيء وان فقط كان كلمة الطراب من سيدنا آدم فقط بعد ذلك تحولت إلى اللي هي النطفة نطفة الرجل ونطفة البراء نتمنى النهاردة نحنا نكون يعني ضفنا معلومة جديدة وان شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقات السابقة بنحاول ان شاء الله في كل مرة بتشرف بوجودي معاكم ان احنا نطلع بمعلومة جديدة من تحت مسمى اعجاز القرآن في العلم لان احنا بنسبة العلم هل هو صحيح او غير صحيح عن طريق ان الحقائق الوحيدة الموجودة في الكون بنشكركم شكرا جذيرا وإلى اللقاء دمتم فالفخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وبركاته